اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ضياعا فالي وعلي وانا ولي المؤمنين فكل ما انزل الله في كتابه جلتناه رحمة وحجة علمه من علمه وجاهله من جاهله لا يعلم من جاهله ولا يجهله من عاذبه والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به وحق على طلبة العلم بلوه غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه واخلاص النية لله في استبراك علمه نصا واستنباطا الرغبة الى الله في العون عليه فانه لا يدرك خير الا بعونه جل وعلا فان من ادرك علم احكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفق الله للقول والعمل بما علم منه فاد بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضعا امامه فهو الكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين انزله لنقرأه تدبرا ونتأمله توصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على احسن وجوهه ومعانيه ونصدق اخباره ونشتهد على اقامة اوامره ونواهيه ونشتني ثمار علومه النافع الموصلة الى الله سبحانه من اسجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وازهاره فهو كتابه الدال لمن اراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها اليه جل وعلا ونوره المبين الذي اشرقت له الظلمات ورحمته المهدى التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده اذا انقطعت الاسباب وبابه الاعظم الذي منه الدخول فلا يغلق اذا غلقت الابواب وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الاراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الاهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف ذلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا وكلما بجست معينه فجر لها ينبيع الحكمة تبجيرا فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أسمع الله لو صادف آذنا وعيا وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خاليا لكن عصفت على القلوب هذه الأهوام فأطفأت مصابحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رجلها وأضاعت مفاتحها وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن فيها من فده وتحكمت فيها أسقاب الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء وعجبا لها جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جهل ولم تقبل لاغذاء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع سبحان الله كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الكفير بإضاح الحق مع غاية التبيان وكلام من أوتيه جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواضع رجدها وحيرت العقول عن طرائق قصدها يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزحم عليها وهيهات أين السهى من شمس الضحى وأين الثرى من كواكب الجوزاء وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائرة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع وأين الأراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر وإن المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات سبحان الله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الزقائرين وما دفتهم من حياة القلوب واستنارة البصائرين قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرها وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول هو الرحيم فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورة ونحن مع القرآن وتذبرات قرآنية مع صورة القصص يوم مع الآية السبعة والعشرين من آيات صورة القصص قال إن إني أريد أن أكحك إحدى من زيهتين على أن تأجرني ثمانية حجنة فإن أتمنت عشر فمن عدك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين غزلنا مع الإمام القرآن طويل والجامع لأحكام القرآن يقول الإمام القرطبي في قول الله تعالى إني أريد أن أكحك إحدى ابنتين إني أريد أن أكحك الآية فيه عرض الولي بنته على الرجل وهذه سنة قائمة عرض صالح مدين على صالح بني إسرائيل وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان وعرضت الموهوبة الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا المسألة في المرة السابقة فمن الحسن عرض رجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتلاءا بالسلف الصالح الذي غاب ذكره في واقعنا وغاب سنته وغاب هديه إلا من رحم ربي وضح أخواني قال عمر بن الخطاب لما تأيمت وضح لما يعني تأيمت تأيمت المرأة أي ما كثت بلا زوج لما تأيمت حفصته قال عمر لعثمان إن شئت أنكحك حفصة مثل عمر الحديث الفرض بإخراجه البخالي في صحيحه وهو في مسند لإمام أحمد وأما حديث الموهوبة نفسها فإخرجوا لإمام أحمد والبخالي ومسلم من حديث ساهل بن سعد وهذه المسألة والتي قبلها كما وضحنا يعني ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن قال الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن قال علماؤنا في هذه الآية يعني دليل يعني دليل على أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه لأن صالح مدينة ولاه وبه قال فقهاء الأمصار وقال أبو حنيفة لا يفتقر النكاح إلى ولي وعجباً له ذا الإمام ابن العربي والبخالي متى رأى إمرأة قد عقدت نكاح نفسها ماذا تكلمه؟ هذا كلام من الإمام العربي ومن إحنا من الدرش نقوله ولا حتى حرف من الكلام على أسيادنا والقمم الشامخة يعني الناس اللي هم حملوا وحافظوا كانوا أسباباً من أعظم الأسباب في حفظ هذا الدين يعني ومن المشهور في الآثار لا نكاح إلا بوليه وهو داود والترمزي وابن ماجة وأحمد صحر الشيخ الألباني وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي من مرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحوها باطل فإن مسها فلاها المهرب بما استحل من فرجها يعني فإن اشتجروا فالسلطان ولي ملا ولي له عن السلع عيشة ومشكلة المصابيع وصحر الشيخ الألباني نعود إلى كلام الإمام القرطبي في كتابه أحكام الجامع لأحكام القرآن يقول الإمام القرطبي هذه الآية تدل على أن الأب يعني أن للأبي أن يزوج يعني أن يزوج أي أخواني أن يزوج بنته يعني البكر البالغ من غير استئمار يعني وبه قال مالك واحتج يعني واحتج بأديل آية وهو ظاهر قوي في الباب واحتجاجه بما يدل أنه كان يعول على الإسرائيليات كما تقدم وبقول مالك في هذه المسألة قال الإمام الشافعي وكثير من العلماء قال الإمام أبو حنيفة إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها لأنها بلغت حد التكليف يعني فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها لأنه لا إذن لها ولا رضا بغير خلاف هذا الذي ورده أورده الإمام ابن العربي في أحكام القرآن يقول الإمام استدل أصحاب الشافعي بقوله تعالى إن أريد إني أريد أن أنكحك على أن النكاح موقوف على لض التزويج والإنكاح واضح خلي بالك أحكام القرآن وبه قال ربيع وأبو ثو وأبو عبيد وداود ومالك على خلاف عنه وقال علماؤنا في المشهور يعني واضح إخواني ينعقد النكاح بكل لفظ الملكية وقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد مش مؤقت يعني أما الشافعية فلا حجة لهم في الآية يعني لأنه شرع من قبلنا يعني وهم لا يرونه حدة حدة في شيء في المشهور عندهم وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن ابن حيي فقال ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه لأن الطلق يقع بالصريح والكناية فقال فكذلك النكاح قال والذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعري البضع عن العوض للنكاح بلفظ الهبة يعني هو بيقوله إن اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مش في النكاح لا ده في تعري البضع عن عن العوض المهر يعني وتابعهم ابن القاسم واضح فقال إن وهب ابنته يعني وهو يريد إن كحاف فلا أحفظ عن مالك فيه شيئا ده ابن القاسم ده مالكي يا مصري فيه شيئا وهو عندي جائز كالبيعي قال أبو عمر الصحيح أنه لا ينعقد نكاحا بلفظ الهبة يعني كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال يعني واضح وأيضا فإن النكاح مفتقر إلى التصريح بلفظه يقصد بلفظه لتقع الشهادة عليه وهو ضد الطلاق فكيف يقاس عليه وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله أبحت لك وأحللت لك فكذلك الهبة وقال صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله كما ورد في تفسير الطبري هنا في تفسير الطبري يعني القرآن وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة وإنما فيه التزويت والنكاح وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ صلى الله عليه وسلم أما قوله تعالى إحدى ابنتي يبقى هنا المسألة دي النكاح بلفظ الهبة ولا بلفظ النكاح والتزويج وكذا يعني في الغالب لفظ التزويج يعني وقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين يدل على أنه عرض لا عقد عرض يعني ما عملت شي حاجة بس يعني عرض لا عقد قوله تعالى قوله تعالى يدل على أنه عرض لا عقد لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له لأن العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال بيعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح لأنه خيار وشيء من الخيار لا ينصق بالنكاح قال مكي في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد وجعل المهر أجارة ودخل ولم ينقض شيئا هذا فعش فلوس يعني هو كل مؤخر قال قلت فهذه أربع مسائل تضمنتها تلك المسألة يبقى إيه لا رأى مسائل دي يعني أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد يعني وجعل المهر أجارة ودخل ولم ينقض ولم ينقض شيئا الأولى من الأربع مسائل مسألة التعيين أول مسألة إيه يا إخوة يعني لم يعين الزوج طيب نبتدي بأول مسألة يعني قال قلت قال قلت فهذه أربع مسائل تضمنتها تلك المسألة فهذه أربع يعني مسائل تضمنتها تلك المسألة الأولى من الأربع الأربع قال علماؤنا أما التعيين فيشبه أنه كان في أثناء حال المراوضة وإنما عرض الأمر مجملا وعين بعد ذلك وقد قيل إنه زوجه سفوريا وهي الصغرى يروى عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأوفاهما وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قيل إن الحكمة في تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى واضح إخواني الصغرى قبل الكبرى الحكمة الحكمة يعني في تزويجه الصغرى قبل الكبرى إخواني الكرام واضح الصغرى قبل الكبرى الحكمة في تزويجه الصغرى قبل الكبرى يعني وإن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال يعني أنه توقع أن يميل إليها لأنه رآها في رسالته ومشاها في إقباله يعني إلى أبيها يعني معها فلو عرض عليها فلو عرض يعني عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو يضمر غيره وهو يضمر غيره وهو يضمر وهو يضمر غيره وقيل غير هذا الله أعلم وفي بعض الأخبار أنه تزوج بالكبرى حكاه القشيري الثانية مسألة الثانية اللي هي إخواني هم أربع مسائل المسألة الثانية يعني لا حد ولا حد أول الأمد فالمسألة الثانية وأما ذكره أول الأول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه بل هو مسكوت عنه فإما يعني رسماه وإلا فهو من أول وقت العقد الثالثة المسألة الثالثة إخواني يعني مسألة الثالثة يعني واضح المسألة الثالثة اللي هي إيه وجعل المهر إجارة وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية وهو أمر قد قرره شرعنا وجرى في حديثي الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن رواه الأئمة وفي بعض طرقه يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن ما تحفظ يعني من القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن قال يا إخواني قال يعني سورة البقرة يعني قال يا إخواني قال يعني سورة البقرة قال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة والتي تليها قال فعلمها عشرين آية وهي امرأتك واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة يعني أقوال فكرهه مالك ومنعه ابن القاسم وأجازه ابن حبيب وهو قول الشافعي وأصحابه قالوا يجوز يعني أن تكون منفعة الحر يعني صداقا كالخياطة والبناء وتعليم القرآن وقال أبو حنيفة يعني لا يصحه وقال أبو حنيفة يعني لا يصحه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجداكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر